السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تناميدي في السنة الأولى متوسط لحتى أولياء تنامين لم يشاهدوا فينا كالعادة ما كن أستاذي سمين ويلا أبنائي وبناتي نحلوا اختبار آخر للفصل الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا إذا حبيت أني نعاود نحلكم نماذج أخرى باش هكذا نكونوا مستعدين مئة بالمئة وشاني نقرأ في الفصل الثالث راني نقرأ على الضوء الوسط شفة في الشاف إلى غير ذلك هذه مئة بالمئة تحليه في الفصل الثالث لكن كين تلاميذ اللي الخلائط الفصل هذا كيف كيف قرأوها في الفصل الثالث ولا الأستاذ ولا الأستاذة قال لهم يقدر يتحليه في الفصل الثالث إذن كيف كيف لازم عليها نراجحها باش ندي علامات جيدة نحلوا هاد منها رانا يعني نبدأ ونقرأوا نحلوا في نفس الوقت وإن شاء الله نكونوا فهمين نبدأوا بالتمنى الأول يقولي أنقوا الجدول الثالث ثم أكملوا معنا أحكمل ورقة تعل إجابة تاعك أرسم فيها هاد الجدول وكمله لي عندي الخلائط الأنواع التاحة وكيفاش نفصل مكوناتها الخلائط عندي اللي هو الماء معدني معدها ماء في المعادن عندي خل زائد زيت هو الخليط الثاني الثالث عدس والروس والخليط الثالث هو ماء البحر كل واحدة يقولي النوع التاعو معدها نقول يا خليط متجانس يا خليط غير متجانس إذا نقولنا متجانس معدها نشوف كل شكيف كيف ما نعرف رشكيين الداخل وخليط غير متجانس معدها نقدر نفصل بالعين التاعي فقط نشوف غير بعينينا عرف بلي فيها حاجة وحاجة نفهم طريقة الفصل عندنا بما عندنا عدة عندنا مثلا التركيد الإيبانة التقطير عندنا الترشيح يعني عندنا عدة طرق للفصل إذن يلا أبنائي نبدأ تصحيح هذا التمانين اللول يلا أبنائي نبدأ باللول اللي هو الماء المعدني ماء معدني معدن فيه معادن الكالسيوم الفوسفور المانيزيوم هذا أسكرا نشوف هذه المعدن كنشربها لا لا إذن فهو خليط متجانس معدها ما نقدرش نفصل ما بين المكونات التاعه إلا عن طريق التقطير ولا التبخير الخل والزيت غير متجانس معدن نشوف الخل التحت والزيت والفوق كيفاش نفصله عن طريق الإيبانة وشنو هي الإيبانة معدن نحن نحطه فاديك تاع الإيبانة ونفتح الصمبر تاعي كي يهبط كامل الخل غير يتقرب للزيت نغلق هذا الصمبر معدن نخلها بطل تحت والزيت يقعد للفوق لعدس والأرز نشوف لعدس ونشوف الرز إذا فهو خليط غير متجانس باش نقدر نفصل به ما كاش طريقة فزيائية ولا إنما نقدر نفصل به عن طريق اليد تاعي الرز نحطه وحده لعدس وحده ماء البحر كيف كيف ماء معدن يعني عفوا ماء مالح إذن فيه معادن فيه بزفع فيس إذن فهو خليط متجانس ما نشوف شادكوش فيه الداخل ملح ما نقدرش نشوفه كيفاش نفصل ما بين الماء والملح عن طريق عملية التقطير يلا نمر للسؤال الثاني قليلي الحصول على ماء صالح للشرب انطلاقا من الماء العكر ماء عكر معتها فيه تراب فيه حجارة فيه ميكروبات إلى غير ذلك أنا حبيت هذا نصفيه حتى يولي نقدر نشربه نقوم بعدة عمليات تصفية من هالعمليتين الموضحتين في الوثيقة التالية هاي العملية الأولى وهاي العملية الثانية سمي العمليات الأولى والثانية إذن شوفوا هذه حطيت الماء هذا المتسخ وخليته بعد مدة يعني مشي صفى مئة بالمئة بصح الماء قعد الفوقه وترى الصوبات هذا التراب الحجر إلى غير ذلك هبطل تحتها هذا وش نسميه؟ نسميه التركيد إذن هذه بالنسبة للعملية الأولى العملية الثانية نسميها الترشيح وشنه هي الترشيح أبنائي؟ معتها نجيب هذه الرشاحة ونحط يعني هذا الماء نجيبه المسخلة فيه حجارة فيه تراب ما يهمنيش نحطه في القمع وهذا القمع فيه وارق الترشيح إذن وش تهبط لي؟ إذن نحط الرشاحة تهبط لي اللهنة وش معتها الرشاحة؟ معتها سيبه ترشحت ما فهم؟ إذن حداري اللهنة قلنا ماء عاكر والرشاحة هي اللي هبطت لي التحتها معتها هي هبطت لي غلمة وهدوك الأطريبة والأوسخ كامل تقعد الفوق نفهم؟ مامها كامهوش مئة بالمئة نقية ما عندها فيه عملية أخرى اللي لازم أنذرها إذن يلا وحدة التركيد الثانية هي الترشيح سمي العناصر المرقمة إذن يلا أبنائي عندي اللهنة هذا ورق الترشيح هذا هو القمع التاعي عندي هذا ماء عاكر سيبه هذه عندي ثلاثة نسميه روشاحة فمعتها خرجت لي من الترشيح ربعة عبارة عن حجارة وقلنا هذه اللي هبطت لي التحتها ميكروبات فيها أيضا وفيها أيضا الأطريبة اللي بعد وقالي هل الماء المتحصل عليه من العملية التانية صالح للشرب وعلل إذن شوفوا هل هذا صالح للشرب حذاري لا ليس صالحا للشرب لأنه ما زال يحتوي على أشياء لا يمكن رؤيتها بالعين مجردة هي صح اللي هنا هذا ورق الترشيح يحبس لي بعض الأشياء كما الصفاية تحبس لي مثلا تحبس لي الأطريبة تحبس لي هدو كل الحصة لكن اللي هبطل تحتها غير صالح للشرب ما زل فيه الطرابة صغير والحجارة الصغيرة جدا اللي تقدر تجوز وفيها أيضا بينسيغ الميكروبات معمر إذن ما هي العملية التي تقترحها بشهادك الرشاحة اللي هي ثلاثة تولي شارحة صالحة للشرب إذن اندلها عملية التقطير ما فهم عملية التقطير ما تتنحيلها كامل الميكروبات تولي خالية من الأملاح المادنية نمر أبنائي إلى الثمانين الثاني اللي قال لي أول سؤال عرف الأجسام المضيئة والأجسام المضاء واش قلنا على الأجسام المضيئة هي التي تصدر الضوء من تلقاء نفسها ماذا هي اللي تمدلي الضوء عندنا مثال كما الشمس مفهم الأجسام المضاءة هي التي تستمد ولا تمتص الضوء من غيرها قلنا مثل القمر مفهم يلا السؤال الثاني حسب التعريف الذي قدمت أصنف الأجسام التالية في الجدول أجسام مضيئة قلنا هي اللي تمدلي الضوء عندنا منها طبيعية اللي يخلقها النار بإصطناعية اللي يخدمها الإنسان أجسام مضاءة هي السراقة اللي تسرق الضو كين طبيعية أعطاها لربي إصطناعية خدمها الإنسان إذن كما الشمس أبنائي الشمس هي اللي تمدلي الضو فهي مضيئة يلا عين لهنا وين خلقها ربي إذن فهي طبيعية زجاج نافذ أملس هل الزجاج يعطيني الضو لا لا إذا راني من الأجسام المضاء هل هو طبيعي لا فهو إصطناعي خدمه الإنسان إذن نحطه في الأجسام المضاء الإصطناعية ورق مزيت إذن هل ورق مزيت يعطيني الضو لا إذن فهو من الأجسام المضاء هل هو طبيعي إصطناعي طبعا هو إصطناعي جدار الجدار ما يعطيني إش الضو وإنما يفعله فيها في الأجسام المضاء وإصطناعية عندي القمر القمر إذن من الأجسام المضاء هي اللي تسرق الضو من شكون تسرق الضو من الشمس إذن طبيعي يخلقها ربي أما المصباح فهو من الأجسام المضيئة مع تهل اللي تعطيني الضو لكن إصطناعية معتها خدمها الإنسان فهمتوا تسمى بفهمتين ندير تمرين 100% صحيح سمي الوسط الذي ينتمي إليه كل من زجاج نافذ أملس جدار وورقة مزيدة قلنا عدنا ثلاث أوسط وسط اللي نشوف موراه 100% نسميه وسط شفاف كما الزجاج خلاص نشوف يكون حاجة مور زجاج نشوفها فهو وسط شفاف الوسط شوي شوي يخلي لي حاجة جوز نشوف حاجة بصح ما نعرف شو شنو هي كما الضباب هذا كما الورقة مزيدة نعيط له الوسط الشاف أما الحاجة اللي ما تخليني نشوف والو من خلالها نسميها عاتم أو وسط عاتم هاي عادة بالنسبة للثمانين الثاني كان هايل الوضعية الإدماجية يتقلي في حصة الأعمال المخبرية أحضر الأستاذ مجموعة من المواد ووزعها على ثلاث أفواج الفوج اللي أعطاله قطعة سكر 30 جرام إيناء في صفر فاصل لتر من الماء المقطر الفوج الثاني أعطاله لتر من الزيت و لتر من الماء الفوج الثالث أعطاله 10 جرام ملح و 5 جرام مسحوق قهوة طلب الأستاذ من كل فوج خلط ما عندهم من المواد معتها الفوج اللول خلط السكر مع الماء الثاني خلط الزيت مع الماء والثالث خلط الملح والقهوة أول سؤال ما هو الخليط تاع كل فوج إذن يلا الخليط تاع السكر والماء وشحي سرال وحيدو بأبناء إذن فهو خليط متجانس معتها ما نشوفش وش كاين فيه مفهوم الخليط الثاني اللي هو الزيت والماء الزيت والماء عمرهم لا يتفهموا إذن فهو خليط غير متجانس مفهوم يلا أما الفوج الثالث عنده ملح وقهوة فهو خليط غير متجانس نعم معتها نشوف القهوة ونشوف الملح ما نقدش أني نوسهم وتفكروا أبنائي حذري الأخطاء حاجة اللي ما نشوفهاش كيمة السكر والماء ما نشوفوش حتندوقه فهو خليط متجانس أما الحاجة اللي نشوفها فهي نشوف وراه هذك وراه هذك نسميه غير متجانس يلا أي فوج تحصل على محلول محلول أبنائي معتها حاجة فيها الماء أوكي الفوج اللول هو اللي تحصل على المحلول لأنه هو اللي أعطيت له ماء مقطر محلول معتها كامل كيف كيف قل أستاذ أم هادو عندهم الماء لكن الماء وزيت ما يتخلطوش لازم محلول يكون تخلط إذن ماذا نسمي هذا المحلول نسميه محلول مائي ما فو معتها محلول فيه الماء قلنا محلول مائي معتها مخدوم بالماء محلول كما نقوله كحولي معتها خلطوا بالكحول وهكذا إذن هذا رح يخرج لي ماء ولا محلول مائي فيه السكر ولا حلو يلا احسب التركيز التاعو قلنا السي تركيزية أم قسمة في الكتلة قسمة الحجم يلا هنالكتلة شحال عندي 30 والحجم التاعي 0.5 إذن نقسم ونلقاء السي التاعي يستنتج كتلته بعد المسج إذا علمت أن 1 لتر من الماء المقطر يزن 1 كيلوغرام اخي احنا نعرفه بللي الكتلة أبنائي محفوظة ما كان حتى حاجة اطروح لي كي نقولكم خلط 30 مع 30 سكر مع 0.0 لتر من الماء كيف كيف أنت حاجة ما تروح ما كاش حاجة اللي تنقصها إذن دوماً اللي احنا كتبها كتلة الموذب زائد كتلة الموذب تساوي كتلة المحلول كاملاً إذن هو قال يشوفوا إذا علمت أنه اللتر تعلمه هي 1 كيلوغرام إذن شوفوا 1 لتر تقابلها 1 كيلوغرام أنا شحال عندي من لتر شوفوا عندي نص لتر إذن يلا 0.5 لتر ولا واحد يكتبها 1 على 2 لتر شحال تساوي من كيلوغرام إذن هذه سهلة جداً مدام لتر هي كيلو ما لا نص لتر شحال هي نصف كيلو نصف كيلو 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 هذي هي بصحة داري أبنائي أنا اللي هنا عندي بالقرام لازم نحسبها مدام السكر أو بالقرام من الأحسن أنه الماء كذلك نديره بالقرام يلا شوفوا نحول نصف كيلو 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 إلى القرام معلي إلا أضع الصفر في الكيلو كيلو ها هو أبنائي الصفر نحطه في الكيلو كيلو 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 ويلا نحول هالقرام نزيد الأصفار التاعي إذن تصبح 500 كيلو كيلو وعندي 30 كيلو 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 530 كيلو كيلو سهلة جداً نركز فقط السؤال الأخير يقول لي يمثل بالنموذج الحبيبي لكل من خليط الفوج الأول والفوج الثاني إذن يلا الفوج الأول مادام عنده شوفوا الماء والسكر يكونوا كيف كيف معنى تقع الحبيبات نديرهم كيف كيف محلول عادي يعني محلول نرمال فيه الماء ونلونهم من الأحسن هذا المحلول تعويشنو الماء المقطر والسكر ما نشوفهم شنشوفهم كيف كيف أما الفوج الثاني وش كان عنده الماء والزيت إذن الماء والزيت أبنائي الماء اللونه بالزرق والزيت من الفوق نديروا بحبيبات فيهم الأصفر هذا يبشي يعطيكم الفرق ما بين المحلول المتجنس والغير المتجنس إذن أو يقول لي لنحن نقرأها بالطبع ستتعب لو كان النجاح وسهلا لو وصل إليه الجميع ركز فكر ثم أجب إذن أبنائي كان هذا بالنسبة لاختبار ولنموذج آخر لاختبار الفيزيك للثالثة للفصل الثالث للأولى متوسط كالعادة اللي عنده سؤال لا استفسار يخليوا لي في التعليقات نجاوب إن شاء الله عليه في أقرب وقت ممكن وكما نقولكم كالعادة بتوفيق إن شاء الله